سالي أولى محطاتنا لليوم عن السيدة لما بيرافقها أسمى شعور وبتعيش تفاصيله مع كل شهر بتتقدم خطوة لتنال اللقب يلي بتحلم فيه الأمومة خلال تسعة شهور سلمة رحلة طويلة عم تتكون بداخل كل إمرأة وهون بتبدأ أول خطوة لتغير كامل لتغيير كامل بنظام غذاءه أسلوب حياته عشان يتناسب مع الجنين خلال أشهر الحمل فأنت فقط الضامن لحصول طفلك على الغذاء الأمثل واليوم مع غصائية التغذية صفاء الشيخ رح نتعرف سواء على أسلوب غذائي أفضل للحامل طبعا سلمة كنا عم نحكي فيه قبل شوي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير كيفكم؟ صباح الخير يسعد صباحك صفاء صباح النور بالبداية خلينا نحكي معك هيك شوي بالنسبة للنظام الغذائي الصحي للمرأة الحامل هل بيختلف أكيد بأشهر الحمل من الأول للتاسع ونبدأ بالأشهر الأولى بدي أقول صباح الخير لكل سيدة هلأ هي بلشت بفترة الحمل أو عم تخطط لفترة الحمل بدي أقول جهلة تحية لما بتكون هي عم تهتم فعلا بصحتها وصحة جسمها لحتى فعلا يصير هي حياتها صح من أول لحظات الحمل وبالمقابل هي بتكون عم تحضر لمرحلة أمومة ممتازة إلى بأقل الأضرار الممكنة للجنين يلي بدو يسيد بيبير بعد تسع شهور ولصحتها هي كمان فترة الحمل هي فترة كتير مهمة مدتها تقريبا تسع شهور بهالتسع شهور كتير فيه تغيرات بتصير مع المرأة الحامل نحن لازم كأختصاصيين تغذية مهمتنا نواعية عليهم ونقدمنا الحلول المناسبة أكيد بيختلف النظام الغذائي بهذه الفترات لأنه دائما فيه تطورات عم بتصير مع الأم عم يكبر عندها حجم البطن عم بيرافقها مشاكل جسدية نحن لازم نقسم هاي المرحلة ونقسم الخطوات الغذائية البسيطة يلي ممكن الأم أنه تتبعه ففترة التخطيط للحمل هي فترة كتير مهمة ما بتقول أهمية عن فترة الحمل أول نتبلج السيدة تخطط للحمل هي لازم تعمل التحليل والفحوصات اللازمة لتطمن على مخزون جسمة من الكالسيوم من بيتامين دال من الحديد كمان هي لازم تدعم جسمة بالفوليك أسيد أنه هو المسؤول عن بناء الأنبوب العصبي عند الجنين بأول ثلاث شهور من الحمل فالفوليك أسيد هو كتير ضروري أنه تاخده بدنا تقريباً 400 ميكرو جرام منه باليوم بتلاقيه هي بصفار البيض مع هذا كله نحن لازم كمان ناخده على شكل مكملات دوائية لا نحكي عنه بقسم المكملات لحتى توقي المرأة الجنين طبعاً من تشوهات الأنبوب العصبي يعني صفا مثل ما قلت لازم تدير بالا قدر الإمكان مشان الجنين يلي ببطنا خلينا نحكي عن فترة لوحام يلي بترافق المرأة الحامل خلال الأشهر الأولى بنشوف مثلاً أنه كتير عالم تلعي نفسها في عالم بتنا في عالم تكره أكلة معينة وهي هيدا الأكلة بتكون كتير مفيدة فترة لوحام هي بتستمر تقريباً أول ثلاثة شهور ممكن تمتد لأربعة شهور هاي الفترة كتير نحن لازم نكون حريصين عليها لأنه بداية الحمل هي فترة مهمة أثناء التسع شهور يعني نركز عليها وللأسف بتصير الأم مانا أو الحامل مانا أدرا أنه تتناول غذاء كافية صحتها فبالمقابل بتصير في عنا نقص بعناصر مهمة بالجسم كرمال هيك أهم النصائح الغذائية اللي نقدر نقدمها للحامل اللي حتى تخفف من الوحام هي أنه أبداً ما تقصح وجبة الفطور وجبة الفطور كتير أساسية ما ضروري أنه يكون فطورة هو وجبة وحدة ممكن تقسمون على وجبات صغيرة أنا دائماً أقول لأنه نحن لازم نقسم وجباتنا على مدى النهار بس للحامل وخصوص اللي بتعاني من الوحام تقسم الوجبة على أكتر من مرة تمام فالفطور تقسموا على مرتين ثلاثة يعني لأمة من هون لأمة من هون طبعاً يكون فطور هو غني بالمنتجات الألبان غني بالحبوب الكامل لحتى تأمن له احتياجاته من الفيتامينات ومن الألياف تقسمون على أكبر من الوجبة ما في شي بعويت عن شي في حال هي ما عاد تتقبلت الحليب مثلاً ممكن تأخذ لبن طبعاً فيها تأخذ لبن اللبن كمان هو يعني معادل للحليب بالقيمة الغذائية تمام فبالنسبة للوحام بتقسم هي وجباتها على وجبات كتير صغيرة الزنجبيل والليمون بيخففوا عندها مشكلة لوحام فبتقدر أنه هي تحطه مع المي بتقدر تعمل بسكويت مثلاً تزيد فيه شوي تعمل زنجبيل بتقدر دخله بطرق كتيرة حتى هي تخفف من اللوحام مع عندها هلا تناول الحلويات عري بيزيد عندها مشكلة لوحام بيعملها كمان لعية نفس الزيادة ممكن ترتاح هي لمدة نص ساعة عليه بس بعدين هي رح تتدايق من الجديد فمشكلة لوحام مشكلة يعني إن شاء الله هدول الكم نصيح هتقدر أنه هي طبقت استفاد عليهم أكيد طيب كمان تقسيم الفطور أو الوجبات مثل ما حكيتي مرأ معنا ببداية الحلقة أنه في سيدات بيقولوا أنا عم باكل عن شخصين فبياكلوا أكتر هذا الشي بيؤدي للسمني السمن هي بتأذي الجنين حتى كيف ننسم لهم وجباتهم يعني بعد الأشهر الأولى وقت تصير معد تعاني من اللوحام بالعكس بتصير بتاكل أكتر صح على الكمية الكالوري اللي لازم تأخذها الحامل هي بس زيادة 300 كالوري عن اللي كانت عليهم قبل محلق بالأوعات العادية تماما فهو بس زيادة 300 كالوري بيأكلوا 1300 صحيح صحيح نصير ضرب اثنين يعني مضاعفة لا أبدا هي السيدة الحامل بتزيد من نوعية الطعام اللي عم تأخذه مو من كميته يعني هي مثلا نحنا لما منقلة أنه متأكل بجبات سريعة أو متأكل أشياء حلويات كلها بيغزي الجنين عندها نحنا ما قصنا هون أنه هي المفروض تعمل ضايت لا أبدا بس هي المهم أنه تزيد نوعية الطعام اللي منيح اللي هي عم تأكله مثل ما حكينا أنه وجبة الفطور ما شرط أنه تكون أكبر بس هي بتكون أغنى بالمواد المفيدة لصحتها فلا هي ما لازم تأكل عن شخصين أبدا هي لازم تزيد نوعية الغذاء تنوع طعامه أكتر ما تأصح وجبات هي على هواها يعني تحاول أنه تنظمه منيح مشان كمان تتنظم عندها حياتها بشكل كامل وتبلش بقى تنظم حياتها لأنه بده يصير فيه بيبي يعني لازم أنه هي تصير حريصة أكتر على وقتها فكلها هي تفاصيلها على فكرة يعني من داخلة مع بعضها صحيح أكيد يعني سفاء فيه سيدات بفترة الحمل بيرفضوا لأكل رفضتهم يعني بصير أكلهم كثير خفيفة كثير قليل معاً بيتقبلوا أي شيء فممكن مثلا الفيتامينات اللي ممكن نوصفها الدكتور أو مثلا الحديد بتعود ولا لا لازم تأكل إضافة لهذه المكملات اللي مثل ماها ذكرت اللي حنحكي عنها بالأسئلة التالية المكملات هي شغلة كتير مهمة بالنسبة للمرأة الحامل بس نحن قدم فينا منحاول أنه نأخذ العناصر المهمة من غزانة بس لما بتكون المرأة الحامل مثلا هي ما بتحب أنه تأكل لحمة حمرة سودا ما بتحب البقوليات فلا هون هي موجبرة أنه تأخذ مكملات للحديد لأنه عم ينقص الحديد من وردة اليومي لما هي بتكون مثل ما حكيتي من شوي أنه ما بتحب الحليب ممكن تتدايق منه أو عندها حساسية منه المصادر التانية ما بتأمن الحاجة الكاملة من الكالسيوم ولها تقريب 1500 ملي جرام بالنهار فهون كمان هي لازم تأخذ مكملات للكلس بس أوقات المكملات بيكون إلى تأثيرات جانبية نحن بنحاول نخفف منها للسيدة الحامل وكله طبعا يصير بإشراف الطبيب وبالكميات المدروسة لإله أكيد طيب بما أنه حكينا عن المكملات خلينا نقول شو هي المكملات اللي بتقدر السيدة الحامل أنه هي تتناولها خلال فترة الحمل وما بتأثر أكيد على صحة الجنين هلا مثل ما حكينا هي قبل الحمل لازم تبلش تأخذ الفوليك أسيد اللي بيجي على شكل مكملات دوائية تستمر فيه بعد بداية الحمل تقريبا مدة ثلاثة شهور كرمال توقي الجنين من المشاكل العصبية أو المشاكل الأنبوب العصبية اللي بتصير معه الكالسيوم وفيتامين دال متل ما حكينا بتأخدون بإشراف الطبيب بالجرعات المناسبة لإله إذا كان تحليل كالسيوم وفيتامين دال سليم عندها ما في داعي إنه هي تفرت بتناولهم يعني أوقات الزيادة عن حض الطبيعي بتعملنا مشاكل أكيد للمرأة الحامل هلا فيتامين سي كتير مهم لإله بيساعد إنه يكون عندها الأنابيب اللبانية بالسدي فبيساعد عندها على تحسين الرضاعة وتحسين كمية الحليب كمان هذه مرحلة بتحضرها من أثناء الحمل ففيتامين سي ضروري بهذه الحالة أكيد صفاء حكينا عن الشي اللي لازم المرأة الحامل تاخده عن الفيتامينات عن الأكلات شو لازم تبتعد غير التدخين اللي هو أريدي لازم تبتعد عنه ففي شغلات لازم تبتعد عنه متل إذا كانت تاكل حد خلينا نقول أو بتحسين حد كتير شو لشغلات لازم تتجنبها المرأة الحامل سلامة لجنينو متل ما حكيتي التدخين هي ضروري إنه تتجنب حمل حتى بفترة الرضاعة هي متقول إنه خلص أنا ولدت إنه رح أسي أرجع للتدخين لازم يكون في فاصل بين السيجارة والرضاعة تسعين دقيقة أو الإرقيلة والرضاعة تسعين دقيقة ساعة وشوي يعني هي مو إنه شغل إنه بسيطة إنه خلص أنا ولدت برجع لحياة طبيعية الكحول كمان لازم تتجنبه المرأة الحامل لازم تتجنب المأكولات الدسمة لأنه هي بتأثر عليها سلبا ممكن تعرضها لارتفاع ضغط دم أثناء الحمل تبتعد كمان عن الحلويات السريعة لأنه تصير معارضة أكتر للإصابة بالسكر الحملية اللي مشوفه شائع عند السيدات الحوامل وخصوص اللي بيكونوا قبل الحمل هني بي لي ما تأكل قدتو أبدا؟ هلا إحنا ما مسترجن إلا ما تأكل فوراً بتقولك أنا عم توحم فإنه بتطلع بالبيب بس تحاول هي قدر الإمكان تخفف من تناولة أو تختار الأفضل منها يعني فيه أنواع كيك بتنعمل بالبيت بطريقة خلينا نقول مدروسة أكتر من اللي من جيبها من برة بيكون كلها شوكولات أو كلها سكر تحاول إنه مثلا الكيك تحط بقلبه فواكه فهي هون بتكون عم تماماً يعني بطريقة أو بأخرى نحنا عم ناخد شي منيح من هاي القاتو كمان بالنسبة لمرأة الحاملة مثل ما حكيتي تباعد عن أي شي بيزعجها لإلى هلا مشاكل الحملة كتيرة مثل ما حكينا لوحة في حرقة المعدة بالتعار بتعاني منها كتير سيدات لأنه ببلش البطن يضغط على المعدة ويعمل عندها رجوع بالأكل بيصير كمان فيه معها أمساك فهي بدأت تحاول تزيد الحضرة والفواكه والألياف وشرب المي كتير ضروري للسيد الحامل بالإضافة لأنه لازم هي دائماً تمشي كرمال نحنا نتجنب هاي المشاكل كمان ما لازم هي إنه تاكل وجبة كبيرة وبعدها تتسطح فوراً يعني هاي هون بيرجع الأكل بسهولة بيرجع الأكل بسهولة فتدير بالها شوي منها تقسم وجباتها يعني أكتر وتحاول إنه ما تتسطح فوراً بعد الأكل طيب صفاء خليم نحكي عن بعض يمكن أنواع الأكل يلي بنسمع عنهم كتير شائعاً مثل السمك مثلاً بيقولوا السمك هو كتير مفيد لسيد الحامل ومفيد كمان للأطفال أديش هاي المقولة صحيحة وفي سيدات تدايق منه هل في شي بعود عن خلينا نقول الفيتامينات الموجودة بالسمك؟ السمك هو أفضل مصدر للبروتين يلي لازم كتير المرأة الحامل تهتم إنه قداش يعم بتدخل البروتين للجسمة لحتى دائماً يكون في عندها تجديد لخلاياها ويكون نمو الجنين عندها صحي فالسمك هو مصدر كتير هام للبروتين السمك غني كتير بالأوميغاسترية اللي حكينا إنه هو كتير ضروري للسيدة بفترة الحمل فالسيدة اللي ما بتقدر إنه تاكل السمك أو حتى هلأ بهاي الزروف ما كتير عم يتوفر عنا السمك اللي كنا نلاقيه من قبل حتى مو كلا السيدات بيقدروا يشتر السمك في سيدات ما بتحب ريحتها وما بتحب أكله برغم إنه هو جداً مفيد جداً مفيد بس هلأ يعني صار كتير سعره غال يعني وجبة السمك لما بدأ طعمي عائلة كاملة وسامة كونة من أربع أشخاص بدأ تدفع تقريباً مبلغ كبير من تقليك أنا ممكن موّل لحمة فيهم لهدو فهون تصير تستبدل فنحنا بس بدنا نركز على أهمية الأوميغاسترية إنه ناخده على شكل مكملات دوائية للسيدة الحامل للكبار السن للسيدة مثلاً يلي بقربت بسنه الضهي فوق الأربعين هي لازم كمان تغذي جسمها بالأوميغاسترية كتير مهم مخصوصي إنه نحنا متل ما حكياتي إنه عم نستبدل السمك ببداع الثاني مع أنه هو الخيار الأمثل لاختيار البروتين وخصوصي للي كمان عم يعملوا حميات مثلاً الطون ممكن الطون يعطيه شوية؟ بيبقى ما متل السمك الفريش أو مثل الفيلة يعني حتى الطون أو السردين ما كتير هو في إله طعمة يعني بتقدر إنه هي دخله على اللبنة الصبح على الفطور مع وجبة الفطور بتقدر إنه تحطه على السلطات تقدر إنه تستخدمه بشكل يومي بيأمن لقسم من الأوميغاسترية اللي هي بيحاشته بديلاً عن السمك أكيد يعني بدنا نتشكرك كتير صفاء اليوم عن نصايح اللي قدمت لنا ياها بدنا نقول لك كلمة رحامل الله يومها بالسلامة إن شاء الله تكون قدرت استفادت من هيدا المعلومات يسعد صباحك وشكراً شكراً لألكم إن شاء الله هيك بسلامة لكل سيدة حامل شكراً كتير لكل النصايح اللي قدمت يا شكراً كتير شكراً لألكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم